تعريب بشخصية شون دارني السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات نيتولاس آن شون دارني ولد بيوتون في 26 أفريل 1793 ميلادي ومات بباريس في الرابع عشر فبراير 1877 ميلادي كان طالبا في طلية الحطور حين دخل في خدمة الملت عام 1815 ميلادي جاء إلى الجزاء ضمن الحملة التي تصدت احتلالها عام 1830 ميلادي وفي سنة 1835 ميلادي توجه إلى وهران وفي سنة 1836 ميلادي أظهر شجاعته ضمن جيش تريزيل خلال الحملة الأولى على السنتينة تابعا لترقيته استخدمه الجنرال فالي عام 1839 ميلادي لتامين عملية تموين الجيش بمنطقة بليدة بعد نرض معاهدة التفنة مع الأمير عبدالقادر وفي السابع عشر ماي 1804 ميلادي تم احتلال امضية ومليانة في الثامنة جوة من ذات العام وقد تميز شونداني ضمن عمليات تموين الجيش الفرنسي لذلك تم التلقيته ثم استدعى الدوردومال ليعمل تحت إمراته فقابلة وصار مسؤولا عن جهة الجزائر العاصمة وحين اندلع ثورة 1848 ميلادي بفرنسا تم تعين شونداني نائبا لتفنيات الحاتم العام بالجزائر غير أن نابوليوم الثالث نقم على شونداني وعزله فتوجه إلى السياسة ونظر لشهرته صار نائبا في البرلمان وفي مجلس الشيوخ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بيرت على إبراهيم وعلى الإبراهيم إن تحميد المجيد